أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنوين من المواقع البحلية بيع جزء من حوش مدرسة حكومية في صنعاء الحوثيون يلزمون الطلاب الصغار بتأدية الصرخة كل صباح ومن أخبارنا المنوعة وفاة أول طبيب حذر من كورونا بنفس الفيروس أهلا بكم هي شعار لكل حرب ومفتاح لكل أزمة وعندما يسمع الناس كلماتها فإنهم يتحسسون أيديهم ويودعون منازلهم إلى الأبد وقد طافت كل مكان وأخيرا يريدون فرضها على الصغار ووفقا لموقع يمن مونتر الحوثيون يواجهون بتعميم الصرخة إلزاميا على المدارس الحكومية والخاصة حيث أصدرت جماعة الحوثي المسلحة تعميما إلزاميا لجميع المدارس الحكومية والخاصة بأداء الصرخة بشكل رسمي في الطابور الصباحي بعد السلام الوطني في الإداعات المدرسية بشكل يومي بصنعاء قال معلم في أحد المدارس الخاصة ليمن مونتران المدارس الحكومية تؤدي الصرخة فجميع المدراء تم استبدالهم من قبل جماعة الحوثي بمتشددين يفرضونها في كل طابور صباحي أضاف المشكلة في المدارس الخاصة والأهلية التي تصل إلى أكثر من ستمائة مدرسة حيث أن الأهل يرفضون أن يردد أطفالهم صرخة الموت وأن يتم إرهاب أطفالهم بشعارات القتل والتحشيد للقتال أكد المعلم أنه تم أيضا فرض محاضرة على المعلمين يحضرها ممثلون من قبل جماعة الحوثي المسلحة تحت شعار الهوية الإيمانية اليمنية الإيمان يمان والحكمة يمانية المحلات التجارية التي رآها المواطنون فجأة في أحد أحياء صنعاء كانت جزءا من مدرسة ووفقا لموقع المشاهد نت جماعة الحوثي تابعوا جزءا من حوش مدرسة حكومية في صنعاء قال الموقع أقدم نافذون تابعون لجماعة الحوثي على بيع سور مدرسة الشعب في العاصمة صنعاء لأحد المستثمرين قال مصدر تربوي للمشاهد أن المستثمر قام ببناء عشرين محل تجاريا في المساحة التي كانت ضمن حوش مدرسة الشعب إحدى أهم المدارس الثانوية بالعاصمة صنعاء ولفت المصدر إلى أن المستثمر قام بتأجير المحل الواحد بمبلغ 300 ألف ريال شهريا من غير تحصيله مبالغ مالية أخرى تحت مسميات تجارية ووفقا للموقع فقد سبق وأن قام نافذون ببيع وتأجير عدد من المرافق التابعة للحكومة اليمنية منها نادي ضباط الشرطة وبعض القطاعات في المؤسسة الاقتصادية اليمنية وأفاد الموقع أن كثيرا من المرافق الحكومية تم تحويلها إلى قطاعات تجارية يستفيد من إراداتها المالية قيادة جماعة الحوثي في صنعاء ثورة فبراير ومشاريع الغلبة تحت هذا العنوان كتب السفير اليمني في لندن ياسي سعيد نومان مقاله الذي تنشره بالقيس جاء في فقراته ثورة فبراير حقيقة من حقائق تاريخ اليمن المعاصر لن يضرها شيء أن يترك الحديث عنها جانبا في الوقت الحاضر فعنصارها ليضيف شيئا لقيمتها الوطنية بالدفاع عنها ولن ينتقص خصومها من هذه القيمة عند مواصلة الهجوم عليها أهم ما يمكن أن يتمسك به الجميع الآن هو التلاحم لمواجهة الخطر الذي يؤسس لصراعات خارج المصار الوطني الذي كانت قد انتهت إليه بالحوار ونتائجه التاريخية دولة مواطنة، الحرية والحقوق المدنية حق الناس في تقرير اختياراتهم السياسية الصراع في هذا الإطار الوطني غالبا ما يجعل الوطن محوره الرئيسي ويتم بأدوات سياسية وفكرية ومدنية ويظل الوطن حاضرا في كل الأحوال أما الصراع خارج هذا الإطار فإنه يستهدف هدم الوطن في الأساس وهذا ما أقدم عليه حراس مشاريع الغلبة بالانقلاب على ذلك التوافق الوطني التاريخي لذلك لا بد من تنزيه ثورة فبراير وتوسيع مضامينها لتستوعب مستجدات الحياة السياسية وتطورات التي شهدت البلاد سيهجمها الكثيرون منهم الطيبون ومنهم مقاول والتخلف والفساد والغلبة وسيتطاولون على كل ما حملته من نوبل وتضحيات بالحديث على أنها كانت السبب فيما وصلت إليه البلاد لا بأس لتمتد إلى هؤلاء يد الثورة بما خلصت إليه من توافقات وطنية تتم لأول مرة في حياة هذا البلد الذي لطالما استبدت به مشاريع الغلبة لتؤكد بهذا على أنها لم تكن فعلا لا تاريخيا لقدر ما كانت تعبيرا عن حاجة موضوعية حرصت على أن تتم بأقل الخسائر المجتمعية وبروح تعبر عن أصالتها وهي بذلك مطالبة أن تتجاوز الإساءة وتتمسك بتقاليدها الثورية وتؤكد قيمها الحقيقية التي استهدفت بناء اليمن الجديد الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي لا تزال موجودة حتى اليوم في مناطق توقفت الحرب فيها منذ زمان ففي مركز أبحاث بالعاصمة المؤقتة عدن عثر على شبكة ألغام ووفقا لعدن الغد العثور على شبكة ألغام في منشأة حكومية بعدن قال الموقع أنه عثر أو عثر على شبكة ألغام في مبنى مركز البحوث والتطوير بالعاصمة عدن قال مصدر في لواء حماية المنشآت الحكومية أن قوة تابعة للواء تتولى تأمين مركز البحوث والتطوير بمديرية خور مكسر عثرت على شبكة ألغام داخل مبنى المركز وأضاف المصدر فور نزول الفريق تم جمع الألغام وتفكيك الشبكة فيما تولت فرقة الطوارئ التابعة للواء حماية المنشآت الحكومية تأمين الموقع خلال العملية وأكد فريق نزع الألغام أن الشبكة كانت جاهزة للتفجير مما سيؤدي إلى دمار هائل في المنطقة ووفقا للفريق الشبكة تعود إلى فترة سيطرة ميليشيا الحوثي على مدينة عدن في الأماكن العامة وفي الشوارع ومقاهي الإنترنت يتحدث المواطنون عن سبب انقطاع خدمة الإنترنت متهمين ميليشيا الحوثي ولكن هل هذا حقيقي؟ وفقا لموقع المصدر أونلاين انقطاع الإنترنت في اليمن يكشف عن قوة صنعاء التي ما زالت تمارسها على عدن ومارب فبعدما يقرب من شهر على انقطاع كابل الألياف الضوئية في قاع البحر في قناة السويس الذي أدى إلى انقطاع 80% من اتصال الإنترنت في اليمن أعلنت شركة تليمن اليمنية المهيمين على قطاع الاتصالات في اليمن والتي يسيطر عليها الحوثيون في صنعاء أنه لن يتم إصلاح كابل بالكون حتى أواخر فبراير كما قالت أنها ستوفر بدائل طوارئ مؤقتة تزال الغالبية العظمى من اليمنيين الذين يعيشون في مناطق خارجة عن سيطرة الحوثيين يعتمدون على شبكة يمنت اليمنية التي مقرها صنعاء بسبب نقص الخدمات الأخرى حوثي الخيمة وحوثي المعسكرات تحت هذا العنوان كتب توريا الشيباني مقالها المشور في موقع المصدر أونلاين مضيفة من يحقد عليك ويؤمن ببراءتك لن يكتفي بأي وجه لك تهمة واحدة بل يظل يكيل لك التهمة تلو الأخرى وما إن تنتفي عنك تهمة إلا وفاجأك بأخرى وهذا ما يحدث مع ثورة فبراير لتسعة أعوام دون هوادة ففي البدء اتهمت بأنها مجرد رد فعل وتقليد أخرق لثورتي مصر وتونس ولن تستغرق سوى ساعات ثم يعود شبابها إلى جلسات القاتل التي لا يطيقون فراقها استمرت الثورة وأصبح استمرارها تهمة لأنها تعيق حركة الشارع وتعطل مصالح الناس حيث تصر على مواصلة الاعتصام حتى إسقاط النظام وترفض الذهاب إلى الحوار كانت السلمية هي ميزة تفاخر بها شباب فبراير لأنهم كيمنيين يعرف الجميع أن بحوزتهم أسلحة بلا شك لكنهم تركوها واختاروا السلمية ومع ذلك اتهمت فبراير بلا سلميتها في مرحلة مبكرة منها ولكن سرعان ما يأس منوئو الثورة من هذه التهمة وبدأوا يسخرون من شباب يواجهون الموت بسذاجة ودون جدوى جاءت المبادرة الخليجية بطلب من صالح وحين رفضها شباب فبراير اتهموا بالتعنط والرغبة في تدمير البلد وتنفيذ أجندات خارجية رضخت الثورة بأحزابها ومكوناتها الشبابية للحوار فاتهمت بالضعف والتخادل والجري وراء المصلحة وخيانة دماء الشهداء وآلام الجرحى وعذابات المعتقلين وهكذا ظلت ثورة فبراير مرما للتهمة ونقيضها حتى تم الانقلاب عليها بثورة مضادة بالتحالف بين النظام صالح الذي ثارت عليه وأحد مكونات ثورة فبراير وهو الحوثي وحينها تهمت ثورة فبراير بأنها أنجبت ولدا عاقا باعها بثمن بخص حققت الثورة المضادة هدفها واصطادت ثورتين بانقلاب واحد انتقم الانقلاب لنظام صالح من ثورة فبراير كما انتقم للسلالة الإمامية من ثورة سبتمبر الصحافة الفرنسية تابعت الإعلان عن مقتل قاسم الريمي ونطالع من صحيفة لوفيغارو وتقريرا ترجم لصالح قناة بلقيس واشنطن تؤكد أنها قتلت زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قال التقرير الولايات المتحدة نفذت عملية لمكافحة الإرهاب في اليمن ونجحت في القضاء على قاسم الريمي مؤسس وزعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وقالت الصحيفة مستندة إلى بيان صادر عن الولايات المتحدة الأمريكية تحت قيادة الريمي ارتكب تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أعمال عنف لا توصف ضد المدنيين في اليمن ووفقا للجريد الفرنسية فقد استفاد تنظيم القاعدة في جزيرة العرب من ضعف القوة المركزية في اليمن لتعزيز قبضته في الجنوب والجنوب الشرقي من البلاد ضاعفت الخارجية الأمريكية في عام 2018 المكافأة المقدمة للقضاء على قاسم الريمي من 5 إلى 10 ملايين دولار وكتفت الولايات المتحدة من هجماتها بالطائرات المسيرة التي تستهدف تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية منذ وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض كما أذن الرئيس بهجمات أخرى في الشرق الأوسط مثل الهجوم الذي أودى بالجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد الحرس الثوري الدبلوماسي السويدي الذي عمل لفترة طويلة في فلسطين ومؤلف كتاب الجرائم الضحايا والشهود ماتس سفينسون كتب مقالا أعادت صحيفة الغد نشره مترجما إلى العربية وجاء في مقتطفات منه نظام الاحتلال الإسرائيلي يستمر بلا هوادة وكذلك يفعل تقاعص المجتمع الدولي عن حماية حقوق الفلسطينيين جئت إلى فلسطين كديبلوماسي كعامل في مجال التنمية جئت لأخلق التغيير لتقديم شيء أفضل جئت ولدي الكثير من التجارب السابقة المفيدة فقد زرت العديد من البلدان في إفريقيا أو آسيا أو أميركا اللاتينية لم تكن فلسطين أول بلد أعمل فيه عندما تغادر المكان بعد سنتين ثلاث أربع أو خمس سنوات من الآن سيكون التغيير قد حدث سرقت الأرض وهدمت المنازل وقتل الناس والمستوطنون انتقلوا إلى الأراضي المسروقة تحت حماية الجيش الإسرائيلي لقد حدث التغيير وأصبح الوضع أسوأ والآن يمكنني أن أشعر كديبلوماسي أو كعامل تنمية مع كل الآخرين بأنني أصبحت فاشلا فحسب كنت أستمع إلى الرباعية إلى ميركل إلى وزير الخارجية السويدي إلى أوباما وبينما كانوا يتحدثون وبينما كنت أستمع كان يهدم منزل آخر ويتم تشريد عائلة أخرى وغالبا ما كان يحدث هذا خارج مجمعات البعثات الدبلوماسية على الجانب الآخر من الطريق لكنني لم أستطع أن أفوت ما يحدث فقط كنت أعرف ما يحدث كل وقت وكتبت عن ذلك في تقارير سرية إلى ستوكولم في كثير من الأحيان في الصباح الباكر عندما كنت أشرب قهوة الصباح كنت أتلقى رسالة من أحد مكاتب الأمم المتحدة من المحتمل أن يتم هدم منزل اليوم في سلوان أو أنه سيتم إجبار عائلة على الخروج على بعد 412 خطوة من غرفة نوم توني بلير في فندق المستعمرة الأمريكية في القدس أعلنت الولايات المتحدة مقتلى زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قاسم الريمي في عملية عسكرية فمن هو قاسم الريمي نطالع من موقع البي بي سي قاسم الريمي زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب الذي أعلن ترامب مقتله أهمية الرجل تأتي من خلال من نقل خبر مقتله فقد جاء الإعلان على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي وصف مقتل الريمي بأنه أضعف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب وفي شتى أنحاء العالم وقال ترامب في بيان تحت قيادة الريمي ارتكب تنظيم القاعدة أعمال عنف ضد المدنيين في اليمن كما أنه سعى لتنفيذ وإلهام أنصاره بتنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وطبقا للموقع البريطاني يقع اسم قاسم الريمي المكنى أبو هريرة الصنعاني واسمه الحقيقي قاسم عبد المحمد أبكر في أعلى قائمة المسلحين الضالعين في أعمال إرهابية وتولى الريمي قيادة تنظيم القاعدة في جزيرة العرب في حزيران يونيو 2015 أي أعقب مقتل زعيم التنظيم السابق ناصر الوحيشي في ضربة جوية بطائرة مسيرة بمدينة المكلة وكان تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أنشئ من دمج فرعي تنظيم القاعدة في اليمن والمملكة العربية السعودية في عام 2009 ويقول بعض المراقبين أن الريمي كان أحد من أسهم في جهود توحيد التنظيم تلك وكان الريمي معتقلا إلا أنه تمكن من الهروب من السجن في عملية هروب شمعية لأكثر من عشرين عنصر من مسلحي التنظيم من سجن بصنعاء عام 2006 الخبر الأكثر تداولا في المواقع والصحف الدولية ما جاء حول أول طبيب صيني تحدث عن فيروس نشر الدور عالميا وعنوان موقع الديداباليو وفاة طبيب حذر من كورونا بنفس الفيروس يثير الغضب في الصين وقد عم غضب كبير في الصين في أعقاب وفاة طبيب عيون بفيروس كورونا كان هو من أول المحذرين من انتشار الفيروس لكنه تعرض لتأنيب من السلطات الصينية بتهمة بث الشائعات فحين تحدث الطبيب قبل شهرين عن الفيروس تم التحقيق معه ووفقا للموقع شرطة استدعته مع سبعة أشخاص آخرين بعيد تحذيرهم من الفيروس واتهمتهم بنشر شائعات وأعلنت هيئة تفتيش صينية فتح تحقيق في أعقاب وفاة الطبيب في المسائل المتعلقة بالطبيب والتي أثارها الناس وبات هذا الطبيب بمثابة بطل قومي بمواجهة المسؤولين المحليين المتهمين بمحاولة التكتم على المرض بداية انتشاره ما أعطى وفاته طابعا سياسي تشهد محافظة شوى استقرارا نسبيا ويحاول الأهالي فرض حياة طبيعية وتشهد المحافظة مباريات بطولة كأس المحافظة للأنديا 2020 وقد التقط المصور عمار نميش مجموعة من الصور لتفاعل الجمهور في لقاء نادي الطليعة ونادي هلال لهية مطالعها في جولتنا المصورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر رسوما تواكب أحداث العالم وتحاكي قصصا واقعية يعيشها البشر في حياتهم اليومية نتابع جزءا من هذه الصورة بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كرشك الصحافة نلقاكم على خير بإذن الله إلى اللقاء